ده اجي بطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ في منطقة فقيرة جدا والناس بتلاقي اجي طفل رضيع ومرمي في الشارع وفيه زابط بيشوفه وبيكرر ياخده ويربيه ويعامله زي ابنه لكن اول ما بيرجع البيت مراته بترفض يعيش معاهم وبتقوله يدخلوا دار ايتام ولازم يختار بينهم هما الاثنين فبيصمم على قراره وما بيرداش يتخلى عن الطفل بالرغم ان مراته بتكون حامل وفي الوقت ده هي بتاخد شنطة دمها وبتكرر تسيب البيت وتمشي ومع الوقت اجي بيكبر وزابط بيهتم جدا بيه ولما بيدخل المدرسة بيتعرف على واحد صاحبه اسمه شلوك وامه كانت شغلة في اعمال مشبوهة لكن تابت وما بتكونش عارفة مين ابوه وللأسف هما الاثنين كانوا بيتعاملوا بطريقة وحشة جدا في المدرسة لانهم مولاد حرام والاطفال بيدربوهم وما حدش عايز يصحبهم فبيكرر اجي ما يكملش تعليمه وبيختار طريق الانحراف اللي محدش هيسأله فيه مين ابوك ومين امك ولما بتعدي السنين اجي بيكون شاب صايع وبتاع مشاكل واخد الدنيا بدراعه اما شلوك بنلاقيه ناجح ومتفوق جدا في تعليمه وفي الوقت ده بيقابل حبيبته وبينلاقي شوية شباب بيحاولوا يتحرشوا بيها لكن اجي بيدافع عنها وبيفضل يضربهم ومحدش منهم بيقدر يقف قدامه لحد ما الشرطة بتقبض عليه لانه عملوها معاهات مستديمة وعلشان هم ناس اغنية بيعملولوا قضية كبيرة وممكن يتسجن خمس سنين فاجي بيهددهم لو ما سحبوش الشاكوى اللي مقدمانها هيموتهم كلهم وفعلا هم بيخافوا جدا وبيتنزلوا عن المحضر في اللحظة الاخيرة والمفاتش بيسأله ليه بتحاول تنفذ القنون بيدك لكن ما بيردش عليه وبيسيبه ويمشي ولما بيخرج من الاسب صاحبه شلوك بيزعقله علشان دايما بيتخاني وبيكون خايف عليه فبيقوله مفيش حاجة تربطني بيك علشان تقلع عليا وانا ما بخافش من الموت او من السجن وقم شلوك بتعامله زي ابنها لكن بيقول لها انا ماليش اهل وبنكتشف في الوقت ده انه ما بيعترفش باي علاقات اسرية ومش قادر ينسى الماضي بتاعه وهو انه اصله مش معروف وابن حرام ومن ناحية تانية دايكة زعيم عصابة وبيكون شغال قواد وبيسيطر على منطقة كبيرة وبيمارس اعمال الدعارة وبيقدم الرشاوي للاحزاب السياسية والوزراء علشان يتحكم في الشرطة ويحمي تجارته واي بنت بتحاول تهرب من الشغل معاه بيكون مصيرها الموت قدام كل الناس وبعدها بيقابل اجي وبيعرض علي يكون واحد من رجالته وبيهدده لو ما سمعش كلامه هيموته لكن اجي ما بيخافش وبيقوله ما باشتغلش عبدا عند حد ولو بتهددني بالموت فانا ما اعتبر يهدوم الكفن بتاعي وبعدها بيسيبه ويمشي ولما بيرجع البيت بيحكي لابول اللي حصل فبيضطر يجيب له وظيفة جديدة وبيترجى يوافق اشتغلها وفعلا تاني يوم بيسمع كلامه وبيروح يشتغل في المشرحة لكن بيلاقي الدكاترة بتاخد رشوة علشان تفرج عن جسس الناس الغلابة وبيشوف واحدة قدام المستشفى بتعيط ومش عارفة تاخد جثمان ابنها غير لما تدفع فلوس وهي ما بيكونش معاها فبيكرر ياخد الجثمان وبيطلعه لها وبعدها بيدرب الدكاترة وبيحبسهم في المشرحة ومن ناحية تانية ده واحد قواد واخد بنت اخته علشان يبايعها لإيكا ويشغالها في الضعارة لكن إيكا بياخدها منه وبعدها بيموته وبيقوم الرجالته يدفن جثته ولما بيخرجوا بيه من البيت المفاتش بيوصل للمكان وبيقبض على رجالته وبيرميهم في الحاجز علشان يعمل لهم قضية لكن بيكتشف ان ابوه امه مخطفين وعلشان يرجعهم لازم يفرج عن رجالة إيكا فبيضطر ياخد المجرمين وبيروح يعمل عملية تبادل معاهم ولما بيوصل للمكان بيكتشفوا انه كمين وبيكونوا عايزين يموتوه وفعلا بيسيطروا عليه وبيحاولوا يقتلوه بالعربية لكن بيجي أجيب في اللحظة الأخيرة وبيقدر ينقص حياته وبيتخلص من رجالة إيكا كلها وبيفجر المكان وبعدها بيشكروا على كل حاجة عملها معاهم وهو كالعادة مجرد من المشاعر وما بيتأسرش بأي كلام بيقولوه ومن ناحية تانية إيكا بيتدايق جدا لما بيعرف اللحصل لكن ما بيكونش عايز يموت أجيب علشان هدفه في النهاية يكون واحد من رجالته ولما بنروح لشالوك بنلاقيه بيعرض على أمه ويتجاوز واحدة صاحبته لكن بترفض لأنهم مش هيوافقوا عليه وبتفكروا بماضيها زمان لما كانت شغلة في الضعارة وفي الوقت ده أجيب يوصل لهم وبيعرف كل حاجة وبيقرر يساعد شالوك وفعلا تاني يوم بيروحوا يتقدموا للعروسة وبيعرفوا أبوها كل حاجة عن ماضيهم فبيحاول يستغلهم وبيقول لهم إنه داخل مشروع بخمسة مليون وخاد من البنك كارد بربعة مليون ولو عرفوا يجيبوا له المليون اللي فضلة هيخلي شالوك يتجوز بنته وهيشترك معاه في المشروع وفي الوقت ده بيقرر أجي إنه يلعب أمار علشان يجمع الفلوس في أسرع وقت وشالوك بيحاول يمنعه لأنه وعد أبويا بقد عنها لكن ما بيسمعش كلامه وبيكون مصمم على قراره وبيروح صالة الأمار بتاعت إيكا وبيطلب منه مليون روبية ولو خسرهم هيشتغل معاته للعمر وهيفضل خدام عنده وفعلا بيوافق وبيديله الفلوس وبيعمر رجالة ولازم يخسروا بأي شكل لكن للأسف خطته بتبوز وبيقدر أجي يكسابهم في الآخر وفي الوقت ده بياخد المليون روبية وما حدش من رجالة إيكا بيقدر يكلمه ولما بيرجع البيت أم شالوك بتزعق له لأنها فلوس أمار وبتقول له مش عايزة تشوفك تاني ولازم تبعد عن ابني حتى بو بيفضل يضربه وبيقول له انت ابن حرام وأنا غلطاني من ربيتك واخسرت مراتي وابني اللي بفطناها علشانك وبيطرده بره البيت وبيهزه قدام كل الناس وهو بيكون مصدوم جدا ومن ناحية تانية إيكا بيكون متضايق وعمال بيزعق لرجالته وبيموت فيهم لأنهم سابوا آي جي ياخد مليون روبية ويمشي وفي نفس الوقت آي جي بيكون زعلان لحد ما أبوه بيروح يتأسف له وبيطلب منه يسامحه وتاني يوم شالوك بيروح لأبو حبيبته وبيديله المليون روبية علشان ينفذ وعده ليهم وفعلا بيوافق وبيخلي يمسك المشروع وبيكبر وبينجح معاه وفي نفس الوقت أبو آي جي بتجيله رسالة من بنته سندي إنه أمها بتموت ولازم يروح يشوفها لكن بيكون رافض لأنها سابته واتخلت عنه زمان وأجي بيعترد على كلام أبوه وبيكرر يروح لها علشان يتطمن عليها وفعلا بيوصل للمحطة وعايز يسافر لكن بيلاقي رجالة إيكا حواليه وبيحاول يموته فبيدافع عن نفسه وبيقدر يتخلص منهم كلهم ومحدش بيقدر عليه وبعدها إيكا بيروح له وعايز يرجع المليون روبية وبيسألهم ما فين فبيكرر أجي يتحك عليه وبيعرفه أن الوزير اللي شغال ما أخدهم منه وبيعمل كده علشان يدفع عن صاحبه شالوك لأنهم هددوه اللي مع الفلوس هيموت وبعدها أجي بيسافر وبيروح لبيت مرات أبوه ولما بتشوفه بتفضل تزعقله وبتقوله أنت سرقت جوزي عشرين سنة وخليت بنتي تتحرم منه علشان يختار واحد ابن حرام زيك وبعدها بتطرده برا المكان وأخته بتترجعه وبتتأسف له على كل حاجة عملتها فيه وبتطلب منه سامحها لأنها سابطه زمان وفي نفس الوقت إيكا بيمسك الوزير وبيكون عايز يموته علشان خانه لكن المفاوض بيوصل في اللحظة الأخيرة وبيقول له أجي كداب ودينا فرصة وهنحاول نسبة لك كلامنا وبعدها بنلاقي المفاوض والوزير بيخططه بيحاوله يعرفه المكان اللي أجي شايل الفلوس فيه فبيروحوا لأبوه وبيفضلوا يعذبوه وبيطفوا السجاير في إيديه لكن في الآخر ما بيكونش عارف مكانها ومن ناحية تانية شالوك بيكتشف إن كل المشاكل بتحصل لهم علشان أجي كسب مليون روبية من الأمار والفلوس كانت بتاعت إيكا فبيكرر يروح لحبيبته وأبوها وبيطلب يرجع الفلوس اللي ادهالهم وبيفسق خطبته معاهم في سبيل ينقص حياة صاحبه وبعدها بيروح لإيكا البيت وبيرجع له فلوسه وبيترجع يوقف كل حاجة بيعملها ضدهم ويسيبهم يعيشوا في سلام وفي الوقت ده بيكتشف إيكا إن أجي كان بيضحك عليه فبيحط خطة مع المفاوض والوزير علشان ينتقموا منه ومن ناحية تانية مرات أبوه بتكون تحبانة جدا وشكلها هتموت وبتطلب منه يحفظ على بنتها ويحميها وللأسف في الآخر بتطلع في الروح وبتفقد الحياة وهم بيكونوا مصدومين جدا وعملين يعياته وبعدها بيرجع لأبوه وبيكون معاه أخته وبيعرفهم على بعض وهم اللي اتنين ما بيكونوش مسدقين نفسهم لكن بيتدايق جدا لما بيعرف إن مراته ماتت وفي الوقت ده بيكتشف إن أجي بدأ يقرب من أهله وبيعملهم بطريقة كويسة جدا وبعد فترة المفاتش بيتقدم لأخته وعايزة تكون مراته وفعلا هم بيوافقوا وبيحددهم عدل جواز لكن للأسف الفرحة بتاعتهم ما بتكملش وتاني يوم إيكا ورجالته بيروح لهم البيت لكن أجي ما بيكونش موجود وبيحاولوا يخطفوا أخته وأبوها مش عارف يدافع عنها فبيمسكوا المسدس وبيضربوا عليه النار وبيموتوه وبنته بتحاول تهرب منهم وهم بيكونوا وراه وعايزين يمسكوها لحد ما بيقدروا في النهاية حصروها وهي مش عارفة تدافع عن نفسها ولما أجي بيرجع البيت بيلاي أبو مقتول وبيعرف إن إيكا ورجالته هم اللي موتوه خطفوا أخته وبيترجاي ينقزها من إيديهم في أسرع وقت ولما بيقدر يوصل لأخته بيلايها بطوع من فوق المبنى وبتكون سايحة في دمها وبتطلع في روح قدامه وهو مصدوم جدا ومش عارف يعمل إيه وعمال بيعيط على أبوه وأخته ومش قادر يصدق إنه مش هيشوفهم تاني وبعدها بيعملوا مراسم الجنازة بتاعتهم وبعد فترة أجي بيقرر ينتقم منهم وبيروح لبيت الوزير وهو بيحاول يهرب منه لكن ما بيكونش عارف وكل رجالته بيلايهم مقتولين وفي الآخر أجي بيخنقه بالحبل وبيرمي من فوق المبنى وبالشكل ده بيكون الوزير مات وفي نفس الوقت بيعرف إيه كان لحصل وبيقول للمفاوض يطلع قرار بإن الشرطة تموت أجاي ومن ناحية تانية شالوك بيقابل صاحبه وبيخضو المطار وبيطلب منه يسافر بصرعة علشان الشرطة ما تمسكهوش والمفاتش بيروح له بيأكد على كلامه ولازم ما يرجعش تاني لإنهم اتفقوا على نهاية حياته وتاني يوم بيكون المفاوض في عربيته مع المفاتش وبيكتشف ان أجي قدامه عايز يموته وفعلا بيقدر في الآخر يضرب رجالته وبيسيطر عليه وبيكون ركب عربيته وهم كلهم وراه بيحاولوا يموتوه لحد ما في الآخر بيدخل بنزيمة وبيفجر المكان كله وبالشكل ده بيكون المفاوض مات وبينلاقي أجي لسه عايش وعارف يهرب في اللحظة الأخيرة وبعدها بيركب عربية وبيكتحم بيت إيكا وبيفضل يضرب في رجالته وبيحاول يتخلص منهم واحد واحد لحد ما بيقدر يوصلوا في الآخر وبيقعوا في الشارع قدام كل الناس لكن بيهددهم يدخلوا بيوتهم وإلا هيموتهم كلهم وفعلا بيخافوا وبيسمعوا كلامه وفي الوقت ده أجي بيسيطر عليه وبيخليه مش عارف يدفع عن نفسه وضعيف جدا قدامه وبعدها بيمسك مسدس البنزين وبيغرقوا به وبيكون عايز يحرقوا وينتأم منه على كل حاجة عملها معاه وبينادي على كل الناس اللي بيشغلهم في عمله المشبوهة وبيأمرهم انهم يولعوا في كل بيوت الدعارة والصلاة الأمار ويحاولوها لكتلة نار وفعلا بيسمعوا كلامه وبيدمر كل اتجارته وإيكا بيكون متضايق جدا ومش عارف يعمل حاجة ولما أجي بيحاولي موته بيجي المفتش وبيهدده ويسيبه عايش علشان يتحاكم وبيكون رفع المسدس عليه وفي نفس الوقت شلوك بترجى أجي يسمع كلام المفتش لكن بيصمم على قراره وبعدها الزبط بيضربه بالنار وهو بيكون مصاب جدا ومش قادر يتحرك وإيكا عمال بيضحك وفاكر انه كده مش هيموت لكن أجي بيقوم في الآخر وبيرمي إيكا وسط النار وبالشكل ده بيقتله وبينتقم لموت أبوه وأخته وبعدها بيقع على الأرض وبيطلع في الروح ومحدش بيقدر ينكزه وبيكون عمال يعيط وصعبنا نفسه عليه لأنه في اليوم اللي حس فيه إن عنده عيلة وبيخاف عليهم كلهم ماتوا وحياته تحولت لكابوس وللأسف في الوقت ده بيموت أجي ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد